وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرْ أَرَكَ تَسْتِحْظِرُوا أَنَّ فِيهَا الدَّلَالَةَ عَلَى عَظَمَةِ الْعَظِيمِ سُبْحَانَهُ بِحَمْدِهِ أنه يسر القرآن قلّب صفحات التاريخ نعم قلّب صفحات التاريخ منذ أن نزل القرآن وقرأ في وجوه الناس اليوم واستنطق أخبار القوم من الرجال هل وجدت أحدا أعياه فهم كتاب الله في أن يصل إلى مراد الله في أن يفعل أمرا أو أن يترك نهيا لا أحد هذا يدل على عظمة العظيم سبحانه وبحمده في التأمن في كلامه سبحانه وبحمده وفي عظيم الاهتداء وإن فيه أمرا يدل على رحمة الله بخلقه من هذه الآية حينما بدأت بالقسم المقدر واللام التي أفادت قسما وتوكيدا وقد التي أفادت تحقيقا كل ذلك من أجل أن يعلم البشر أن القرآن قد يسر تلاوته ويسر حفظه ويسر تدبره ويسر العمل به فالحمد لله على إنزال القرآن